موسيقى عززاء المؤتمر العشون للحزب الشيوعي الصيني من تفرد شي جنبنك في السلطة فقد أدرج الحزب الموقع المحوري لشي في ميثاقه وفي ختام المؤتمر الذي يعقده كل خمس سنوات قوى شي من حضوضه في ولاية ثلاثة تاريخية بعد أن استبعد عددا من منافسيه وخصومه المكان الصين التوقيت ظروف إقليمية ودولية حساسة أما الحدث فهو مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني العشرين وفي التفاصيل الرئيس الصيني شي جنبنك وفي خطابه الافتتاحي الذي دم قرابة مئة دقيقة الذي وصف بالقوي قال إن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان متعهدا بأن بكين لن تلتزم بالتخلي عن استخدام القوة عندما يتعلق الأمر بتايوان وبعيدا عن الحذر الذي طبع دبلوماسية أسلافه من المتوقع أن يستمر شي في رفع صوت الصين مجازفا بتصعيد التوتر مع الخصم الأمريكي وخصوصا بشأن مسألة تايوان حيث قرر الحزب الشيوعي بهذا الصدد أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد معارضة بكين لاستقلال الجزيرة ذاتية الحكم البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة حيث جاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي وفق على إدراج بيانات في ميثاقه تتعلق بالمعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان وردعهم لكن الملفت في المؤتمر ليست تصريحات الرئيس وإنما ما جرى من استبعاد الحزب لرئيس الوزراء الصيني وثلاثة مسؤولين كبار من قيادة الحزب وذلك في ختام مؤتمره وكذلك انتخاب الحزب لجنة مركزية جديدة لا تضم رئيس الوزراء لي تشيانغ ولا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وانج يانغ في تحرك قال عنه محللون إنه يشير إلى أن اللجنة الدائمة من المرجح أن تكون ممتلئة بالموالينا للرئيس شي جين بينغ ووفقا للتقارير لا يعتقد أنه سيكون لأي منهما علاقات طويلة الأمد مع الرئيس شي الذي من المرجح أن يجلب أربعة وجوه جديدة إلى اللجنة الدائمة الحزب الشيوعي الذي يعقد مؤتمره كل خمس سنوات وفق على إجراء تعديلات على ميثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب وتأكيد الموقع المحوري لشي داخل الحزب وسلطة الحزب المركزية في الصين وبذلك بات من المؤكد أن شي جين بينغ سيفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب وبالتالي على رأس البلد بعد نعقاد أول اجتماع لللجنة المركزية الجديدة نضم لنا الكاتب والمختص في شؤوننا الصينية الأستاذ سامر خير أحمد أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سامر برأيك إلى أين هي الصين ذاهبة إذا ما استطاع الرئيس الصيني الجلوس على مقعد الحكم لولاية ثالثة هذه الأيام الصين لا تدخل مرحلة جديدة لا أعرف لماذا يصر الإعلام الغربي على نقل صورة عن الصين بأنها تدخل مرحلة جديدة من حكم الفرد في الحقيقة الصين دخلت مرحلة جديدة عندما تسلم شي جين بين السلطة قبل عشر سنوات الصين انتقلت من مرحلة البناء الداخلي والتنمية الداخلية للتطلع إلى مكانة خارجية وإلى أن تكون لها تأثير دولي يؤثر على شكل النظام العالمي وحدي القطبية القائم منذ الحرب الباردة الصين اليوم كل ما يجري أنه تعكس وتجدد وتؤكد ما كان واضحا منذ بداية عهد شي جين بين بأنه رئيس جديد ينقل الصين من مرحلة إلى أخرى الصين انتقلت في ثلاثين سنة قبل وصول شي جين بين كانت ركزت على موضوع التنمية الداخلية وانتقلت بالاقتصاد من اقتصاد ضعيف وفقير إلى أن يصبح الاقتصاد رقم اثنين في العالم ثم مع شي جين بين الجمهورية تدخل مرحلة جديدة هي مرحلة المكانة الدولية والتأثير الدولي إذن ما يجري اليوم في الصين هو فقط مجرد تأكيد ما كان يجري على مدار العشر سنوات السابقة وما تم تأكيده في الاجتماع السابق قبل خمس سنوات للاجتماع الوطني للحزب الشيوع الصيني والذي أفضى إلى تعديل الدستور الصيني بحيث يسمح للرئيس بالبقاء لمدة غير مقيدة بزمن في رئاسة الجمهورية إذن لو كان صحيحا أن شي جين بين يقبض على السلطة اليوم لما كان مجلس نواب الشعب الصيني قد عدل مادة الدستور قبل خمس سنوات التي تسمح له بالبقاء بالسلطة بدون قيود زمنية إذن هذا يضعنا أمام إمبراطور جديد وليس أمام رئيس جديد بالنسبة للصين لا نحن علينا أن نفهم أن الصين بعد فترة الزعيم دينك شاوبينغ الذي أسس للنهوض الصيني والتنمية الداخلية الصينية على أساس سياسة الإصلاح والانفتاح والاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي تجاوزت مرحلة موت سيتونغ بعد مرحلة دينك شاوبينغ التي انتهت عام 1992 سلم السلطة بسبب تقدمه في عام 1992 بدأت دخلت الصين مرحلة ما يسمى القيادة الجماعية وهي استمرت مدة 20 سنة على فترتين لجيانغ زي من وهو جينتاو فجيانغ زي من وهو جينتاو لم يكن قائدين مطلقين كما كان دينك شاوبينغ ولا كما كان موت سيتونغ ولا كما هو اليوم الرئيس الحالي شي جينبينغ إذن عندما نتحدث عن حاكم مطلق فنحن علينا أن نفهم تاريخ الصين كيف انتقلت الجمهورية من مرحلة إدارة القيادة المشتركة التي تركز على التنمية الداخلية وعلى القضاء على الفقر وعلى النمو بالاقتصاد الصيني إلى حالة جديدة الآن تريد فيها الجمهورية أن يكون لها تأثير عالمي وأن تصبح أحد الأقطاب العالمية المؤثرة وأن تناطح الولايات المتحدة يعني دولة تريد أن تناطح الولايات المتحدة هي لديها خطة طبعا والرئيس الصيني يتصرف باعتباره زعيم ليس من أجل فقط أنه يرث موت سي تونغ أو دينك شوبينغ وإنما الجمهورية كلها بشكل عام لديها طموحات عالمية ودولية جديدة فالسياسة الصينية تدار بهذه الطريقة بالحديث عن السياسة الصينية أسمح لي أستاذ سامر هل سوف نشاهد تغييرا بسياسة الصينية ما يوصف بسياسة الباندا وسياسة التنين الباندا تم اتباعها في العشرين سنة الماضية على الأقل من قبل الصين هل سياسة التنين سوف تكون حاضرة خلال السنوات القادمة على أقل تقدير السنوات الخمس القادمة سياسة التنين بدأت قبل عشر سنوات وستكون مستمرة طبعا في المرحلة القادمة تنين ناعم لكن لا لم يكن تنين ناعم بدليل الموقف الحاد من قضية تايوان ومثلا الاستضام مع الولايات المتحدة في فترة دونالد ترامب وحتى مبادرة الطريق والحزام التي افتتح بها عهده رئيس شي جين بن عام 2013 افتتح عهده بمبادرة الطريق والحزام التي هي إقامة مشاريع تنموية تتعلق بالبنى التحتية مع دول عديدة في العالم تضمن للصين المزيد من النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري فهذه الطموحات الخارجية للصين واضحة من بداية عهد شي جين بن وسيستمر الرئيس الحالي بهذه الطريقة بالتأكيد ما يجلي اليوم هو التأكيد على سلطته لكن الجديد هو فقط الشيء المختلف فقط في هذه المرحلة بالنسبة للصين هو أن الرئيس يتولى السلطة بعد تعديل الدستور بدون قيود زمنية هذا هو الجديد الملفت بالنسبة للمراقبين الخارجيين بالنسبة للصين لذلك هناك اعتقاد بأن الصين تدخل مرحلة جديدة هي في الحقيقة الصين تتابع تطلعاتها السياسية والاقتصادية العسكرية الخارجية التي بدأتها منذ تولى شي جين بن السلطة قبل عشر سنوات ما رأيناه في المؤتمر أستاذ سامر من خروج للرئيس السابق جينتاو بهذه الطريقة هل يرسل أي إشارات خارجية هو علينا أن ننتبه أولا أنه جينتاو خارج السلطة منذ عشر سنوات وليس له أي نفوذ داخل الحزب ولا أي نفوذ داخل الحكومة الصينية هو تقاعد قبل عشر سنوات ويعني لو كنت أريد أن أوافق على أنه تم طرده من المؤتمر كما تقول وسائل الإعلام أنا حكيت إخراج نعم لم أقول عنك الخبر السائد الآن بوسائل الإعلام أنه تم طرد هو جينتاو أنا طبعا لا أستطيع أن أن فيه ولا أستطيع أن أؤكد ما الذي جرى ولكن لو كان شي جينبين يريد طرد أو إخراج هو جينتاو من المؤتمر لما كان قد دعاه أصلا لحضور المؤتمر يعني هو جينتاو ليس عضوا من اللجنة المركزية وليس له أي سلطة وليس له أي حضور في الحزب منذ عشر سنوات والأهم من ذلك أن طبيعة حكم هو جينتاو تختلف عن طبيعة حكم شي جينبين شي جينبين يحكم كفرد يعني كرئيس أما هو جينتاو كان يحكم بمنظومة تسمى القيادة المشتركة يعني هو كان إدارة المكتب السياسي لللجنة المركزية هي التي تقود البلاد بشكل جماعي فالطريقة الحكم مختلفة يعني هو جينتاو لم يكن رئيسا أو يعني زعيما بالمعنى التقليدي للكلمة صاحب نفوذ كامل يعني لديه سطوة على مفاصل الحزب سواء خلال فترة حكمه أو يعني بعدما حيلة التقاعد أو بعدما سلم السلطة وتقاعد في عام 2013 لذلك يعني أنا أستغرب أن يكون الرئيس شي جينبين قد دعاه للمؤتمر لكي يخرجه يعني أمام الكاميرات يعني لم يكن مضطرا لمثل هذا المشهد يعني شكرا جزيلا لك الكاتب المختص في أشؤون الصينية الأستاذ سامر خير أحمد كنت معنا من العاصمة أعمال ترجمة نانسي قنقر